Hello friends of Gift and Freedom Baking Today I am gonna share with you the recipe of modern Sudanese mulaah ازيكم كيف انكم يوم متابعيني على قناة هدية الأكل الخبيث النهاردة سأعمل لكم طريقة الملاح السدانية الحديثة To be notified of all my new recipes please subscribe to my youtube channel Gift of Freedom Baking حتى يصلكم كل جديد من وصفات الرجاء الاشتراك على قناة هدية الأكل الخبيث لسيطة ملاحنة سأستخدم 350g لامز ملس مين لوسقة الملاحنة سأستعمل 350g من اللحمة المفرومة الضالة سأستخدم 1 رجل أصر 1 رجل أصر 2 رجل أصر سأستخدم بصرة حمرة وبصرة بيضة و 2 قصة طون لسيطة سأستخدم 1 صباح 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 لسيطة م inglis تبدأ أخر ملاحنة سأستخدمة اكرا أنا سأستعمل أربع ملاعق كبيرة من الويكة وهي الفامية المجففة المطعونة لسلسة الملاح سوف أستعمل علبة من الطماطم المفرومة سأضيف ملعقتين كبارة من الصلصة أنا بشرت البصل الحمرة والبصل البيضة أنا من الأول حضرت العصيدة على شكل عين الشمس سأبدأ أولا بستعمل والبصل الحمرة والبصل البيضة أنا في الأول حامر البصل مع ملعقة ونص كبيرة من السمنة لحدث ملونهم يحمر ويبقى ذهبي ستنسل سترى العصيدة إلى الملعقة حتى يصل إلى ملعقة 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 بالسمرار، حارف البصل مع السمنة والسخنة لحدث ما يحمر لونه ويبقى لونه ذهبي زي الكرامل أول ما تبحث بام أولا البصل حقا مع السمنة والبصل قوم التفعل ett tear coincidence أخ disturbهbb�에 ملعقة ملعقة ويبقى ث paying مساءً أول ما اللحم المفرومة تستويق كويس مع البصل المحمر أنا هضيف كل البهرات واخلطهم مع بعض بعد أضيف كل البهرات واخلطهم مع بعض بعد ما ضفت كل البهرات الناشفة على اللحم المفرومة أنا هارست فصين التوم وضفتهم لللحمة بعد اضافة التوم المهروز لللحمة المفرومة بعد حضيف كل البهرات الناشفة على أمام تطولاً بعد غضيف كل البهرات المفرومة بعد قطع حضيف كل البهرات التوم المهروز بعد مضيفة معزة اضافة 2 كبيرة ماء وضيفت ماء كبيرة الناس الضيفتين ماء الان اجستهم بنفس البدء الطماطم اذا سوف أسفر الماء ودفعه لتكفل لتكفل 5 ممتين بعد ذلك سوف أضافة الحلو ويقوم بتغلق مع بعض عشان السوس سفر بعد 5 ممتين وعين السوس يهتم وضبط I will start adding the wayka powder 1 tablespoon at a time and whisk بعد 5 دقائق من الغليان أنا حبتدي حضيف الwayka وحضيف ملعقة واحدة في الأول وحضرب بالمضرب وبعد كده حستمر بنفس الطريقة After adding the 4 tablespoons of the wayka and continue whisking I will cover the pan with the lid and let it boil for an extra 5 minutes until it is complete بعد ما ضفت الأربع ملعقة بتحت الwayka وضربتم بالمضرب حغطي الحلة وحخلي الملاح يسبك لمدة 5 دقائق بغلي After 5 minutes boiling the mulaah with the lid covered you would notice now that the fat has floated to the top This means your mulaah is ready to be served بعد 5 دقائق من الغليان حتلاحظي إنه سمنا طفحت لفوق دي معناه الملاح السبك وهو جاهز للتقديم Mulaah is a traditional Sudanese dish that is served at any feast الملاح السوداني هو طبق تقليدي ويعتبر وليما بتتقدم في كل المناسبات The Sudanese mulaah is always served with asida and here I have already prepared my sunflower shape asida الملاح السوداني لازم يتقدم مع العصيدة وهي وجبة أساسية ورهيبة جدا لازم تجربوها Thank you very much for watching this video for more Sudanese, Egyptian or any international recipes Please like, share and subscribe to my YouTube channel Gift of Sweden Baking Until I'll see you with the next recipe Bye bye شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سيبانية مصرية أو عالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكايب على قناتي هدية الأكل الخديث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة